موسيقى الله معكم اخدو الاحباء معكم الاب شرب الخوري من الاباء العزريين ببرنامج يوسف من انت بهالحلقة الخامسة لحنتحدث عن اهم فضاء اليوسف والفضيل الاولى هي الحياة البتولية طبعا لما نحكي لهوتيا عن الحياة البتولية ما منقصد فيها ابدا ان الشخص يلي بعد ما تزوج يلي بعد ما ارتبط بعائد زواج نقصد فيها هو الانسان يلي بيريد المؤمن المسيحي يلي بيريد يكرس حاله ان كان بالعالم او بحياة مكرسة لخدمة الله بطريقة افضل من هون انه الحياة البتولية بتشمل كمان الاقفة لما بحكي عن الاقفة ما بقصد بس فيها هي انه الامتناع عن العلاقة الجنسية نقصد فيها كمان لهوتيا هي حياة التجرد الانسان يلي بيكون خادم الله بطريقة فيها تجرد يعني فيها تخلي عن التمسك وامتلاك جميع الامور يلي بيتعاطى فيها بحياته اليومية ربنا بقلنا البابا فرانسيس انه احب الانسان بحرية بعفة يعني الحب بحب عفيف لانه الحب العفيف هو الحب الصادق هو الحب الحقيقي يلي ما بيخنق الاخر يلي ما بيستملك الاخر يلي بيترك للاخر حرية تقدمت الزات وهبت الزات للشريك او للاخر القديس يوسف هو جسد بحياته هالحياة البتولية كمان العفة والحرية لانه بعلاقته مع مريم ومع يسوع كان عنده تجرد كامل ما حط حاله هو محور الحياة او اهتم بحاله بالعكس كل اهتماماته وكل الاعمال يلي قام فيها كانت فيه سبيل خدمة مريم ويسوع من هيك نحن فينا وبيقلنا قديسة البابا انه القديس يوسف هو مثال مش بس للرهبان والرهبات يلي عايشين الحياة البتولية وحياة التكروسية كمان مثال للشباب والصبايا مثال للأباء والأمهات يلي عايشين وعم بيحاولوا يعيشوا او يحققوا ارادة الله بحياتهم بحياتهم اليومية ضمن الأسرة لانه بشخصه يوسف جمع كل الفضائل وكل المزايا لحتى يكون مثال هالأشخاص بحياتهم الدنيوية اي بعلاقتهم مع بعضهم البعض بطريقة عيشهم ونمط حياتهم بحياتهم على هالأرض ومثال كمان بحياتهم الدينية اي بعلاقتهم مع الله وبخدمتهم لالله من خلال تحقيق مشيئته والاتكال على عنايته الالهية الفضيدي التاني بحياته ديس يوسف هي الصمت نحن بنعرف انه بكد الكتب المقدسة بكل الأناجيل ما في ولا كلمة نسمعت عن لسان يوسف أول كلمة خرجت من فم يوسف من هيك كديسة البابا بالرسالة بيقول انه أحلى فلسفة وأبدع بيان وأفضل تعليم تلقته الكنيسة هي بصمت يوسف صمت يوسف والطريقة العملية اللي عيشها من دون كترة الكلام أو من دون كلام بل بعمل مستمر هي أعظم بيان وأعظم تعليم لإلنا نحن كمسيحيين البابا بناديكتوس السيدس عشر البابا المستقيل حاليا الموجود بروما بيقول عن صمت يوسف بيقول هذا الصمت هو الصمت انطلاقا من حالة صلاة انطلاقا من تأمل بسر يسوع المسيح وما أنه صمت ناتج عن فراغ داخلي وما أنه صمت ناتج عن يأس أو مش عارف يوسف شو بده يعمل بالعكس هيدا الصمت يوسف ومريم حفظوا فيه من خلال هيدا الصمت بقلنا البابا بناديكتوس السيدس عشر كلمة الله نحن مدعوين من خلال صمت يوسف أن نصاب بالعدوى خصوصا بهالمجتمع يلي نحن عايشين فيه يلي هو مجتمع صاخب مجتمع بيرتكز على الضجي والحركي يلي ما بيساعد أبدا إلى إزغاء لصوت الله يوسف بيعلمنا أنه بالتأمل والصلاة والصمت نستطيع أن نميز إرادة الله بحياتنا وأنه نحققها بجميع أعمالنا الفضيلة الثالثة أخذوا لعبايا يوسف لأنه غني بالقيم الإيمانية يلي موجودة عنده غنى بقلبه مش غنى المادي ولا غنى الدنيوي من هيك اختاروا لأفضل رسالة بقالنا البابا بحياته ليوسف وبحياة أي إنسان أنه يكون مربي ليسوع المسيح هيدا الشيء بيعلمنا أهدو الأحباء أنه حياة البساطة وحياة الفقر هي يلي ربنا بيختارها ربنا بيفضلها عن حياة الغنى وحياة البزخ وحياة الجاه من هيك يوسف كان حارس لمريم وكان حامي ليسوع المسيح ستر عفة مريم والله اختاره لحتى يكون مرافق لإله بكل حياته كل أعماله كل الأمور اللي قام فيها كانت في سبيل مرافقة مريم ويسوع لحتى يكون أفضل بي لهيد العيلة العيلة المقدسة الفضيلة الرابعة والأخيرة بهيد الحالة يخدو الأحباء نتأمل بإيمان يوسف لما نحكي إيمان بيجي على زهننا على طول الإيمان هو أنه نقبل حقيقة إيمانية أو مجموعة عقائد بتعلمها الكنيسة قبولها أو قبول وجود الله نعتبره إيمان أو أنه المشاركة بالاحتفالات الدينية نعتبرها إيمان هيدا هيدا ناحية قبول الحقيقة الإيمانية والمشاركة بالاحتفالات الدينية وعيش نمط حياة معين يتناسب مع هالحقيقة الإيمانية هو جزء من الإيمان نعتبره بالكلام آخر تدين أما الإيمان بالمفهومنا المسيحي هي هالعلاقة الحية هي هالعلاقة يلي بتربطني بشخص يسوع المسيح بطريقة مباشرة بطريقة شخصية ويلي فيها من خلالها أنه بقدر أنا بحياتي وبجميع الظروف الظروف السهلة وفي الظروف الصعبة يعني بالصعوبات اتكل على العناية الإلهية هيدا العلاقة الحية يلي بتغيرني كإنسان وبتخليني ميز إيرادة الله بحياتي هذا هو الإيمان الصحيح الإيمان الحي وهيدا الإيمان يلي تميز فيه يوسف بيعليقته مع الله وبيعليقته مع الطفل يسوع وبيعليقته مع مريم لأنه منشوف يوسف بكل الأحداث من وقت حبل مريم لحتى رجوعه من مصر على الناصرة كان عنده هذا التيقز كان عنده هيدا العلاقة الحية مع الله الآب كان على طول متيقز وبيقرأ علامات حضور الله الآب بحياته وكان مستسلم لمشيئة الله أو لعناية الله بحياته ويقرأ علامات وجوده يتبنى هيدا الإرادة ويحققها بقلنا أداسة البابا بالرسالة بقلب أبوي إنه الإنسان المؤمن ما لازم يعتقد إنه حياته تكون سهلة الإيمان إذا شفنا بحيات مريم أو بحيات يوسف أو بحيات حي الله قديس ما منشوف إنه حياته سهلة بالعكس حيات المؤمن هي حيات عادية حيات وقعية طبيعية بتتضمن صعوبات وبتتضمن تحديات ولكن المؤمن هو الإنسان المسؤول يلي بواجه هيدا الصعوبات وبواجه هيدا التحديات بكل مسؤولية وبكل اتكال على العناية الإلهية هيدا هو الإيمان يلي بيخلينا أنه نحنا نكون متيقزين نحنا مدعوين أخوة الأحباء بنهاية هالحلقة إنه نتمثل بيوسف بإيمانه الحي بعلاقته مع الله بتحمله المسؤولية بمواجهة كل الصعوبات بحياته بكل تنبه وبكل ثقة بعلاقته مع الله القاب لأنه بهيدا الطريقة نحنا كمان منعيش حياتنا بطريقة بساطة وفقر على مثال حياة يوسف بطريقة إيمانية متكلين على إرادة الله بحياتنا وبكون يوسف هو مثال أعلى لإلنا خصوصا بحياة البتولية وحياة العفة أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر